موسيقى سلام الله عليكم مشاهدنا على فاضل أهلا بكم في عدد جديد من المرصد وأهم أحداث هذا الأسبوع البداية بأهم العنوين محليا أحمد يحيى يمثل أمام القضاء وبالنقاش الحلول الدستورية وكيفية الخروج من الأزمة الحالية دوليا الأسرى الفلسطينيين يضربون عن الطعام والإمبراطور الياباني تخلى عن العرش وبالنقاش السودان ومستقبل الحراك بها موسيقى أهلا من جديد وحيل ملف الوزير الأول السابق أحمد يحيى إلى المحكمة العليا بعد مثوله في محكمة سيد محمد للاستماع إليه فيما أسمي قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة ويذكر أنه منذ عام الف وتسعمائة وخمس وتسعين شغل أويحيا رئاسة الحكومة خمس مرات كان آخرها بين أوت الفين وسبعة عشر ومارس الفين وتسعة عشر حيث استقال على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بتفلقة للاستقالة في موضوع آخر جبهة التحرير الوطني تعين أمينا عاما جديدا بجلسة مغلقة منعت فيها وسائل الإعلام من الدخول وكان قد تم سحب الثقة من جمال ولد عباس الأسبوع الماضي من طرف أعضاء اللجنة المركزية للحزب تعود الذكر الثامنة والثمانين لولادة جمعية العلماء المسلمين التي أسست سنة الف وتسعمائة وواحد وثلاثين على يد العلامة عبد الحميد ابن باديس وسطرت الجمعية أهدافا لها من بينها إصلاح المجتمع والنهوض به وزرع القيام والأخلاق الإسلامية الرفيعة والمحافظة على الهوية مزال الحديث عن مستجدة الساحة السياسية بالجزائر وموجة الاعتقالات التي قيل عنها الكثير الكثير من الحيثيات والأسئلة التي تطرح نفسها واسعا نحاول الإجابة عنها اليوم رفقة ضيفي هنا بالأستوديو الخبير الدستوري الدكتور فوزي أزدق دكتور أزدق مرحبا أهلا بك معنا اليوم وشكرا على قبولك تدعوه مرحبا وأنا تشرف بحضور لقناتكم أهلا وسهلا أستاذ فوزي ربما البداية نمر وتمر الجزائر بمرحلة هي استثنائية بسبب استقالة الرئيس السابق عبد العزيزي بوتفليقة وخلافته بما سمي ويسمى رئيس الدولة السيد بن صالح نتساءل بداية الوضع القانوني والدستوري الذي نتواجد به حاليا لعل أثناء قرحك للسؤال في نفس الوقت كانت الإجابة للسؤال التاعك لأنه يقول أنه يقول بأنه دستورنا ربما غير يعني جايك نتقول نمر بمرحلة هي استثنائية نقول نمر بمرحلة غير عادية وبالتالي في الظروف الغير العادية تحتاج إلى إجراءات غير عادية هذا هو عين العقل وعين المنطق وبالتالي المادة 102 قد أستون في ذات وكانت أسوأ الحلول وأعطت جزء من الحل وليس الحل كله ولهذا حان الوقت من التضييع الوقت من أن نلعب في الشوط الإضافي فنلجأ إلى المادة 87 أي بعبارة أخرى يجب حلول سياسية ذات أثار دستورية وليس حلول دستورية ذات أساس دستوري بمعنى أن اليوم الشارع أو الحراك الشعبي وعلما أو بالرجوع إلى دباجة الدستور وإلى الرجوع إلى العديد من النصوص الدستورية تنص أن الشعب حر في اختيار نظامه تقول أن الشعب السيد في قراراته وتقول كذلك أن الشعب الجزائري دائما ناضل ويناضل من أجل الديمقراطية والحرية وما أنا أفتح قوس نتحدث عن المادة 7 ومادة 8 التي تنصان على أن الشعب مصدر في السلطات وأن الشعب يمارس من خلال المؤسسات التي يختارها لكن المادة 7 و8 ليس فيها إجرائية المادة 7 هي مادة قيمية وبالتالي ليست بدعة جزائرية بقدر ما هي ممارسة في مختلف الدستور ولهذا في القانون الدستوري لعل كل الدستور بالنسبة لهذه المواد هي صعب أن تحدد إجرائيا ولكن من السهل أن توجد لها مؤشرات للتطبيق ولعل مؤشرات التطبيق لهذه المواد والاختيار الحر للشعب هو استقلالية السلطة هو احترام الحقوق والحريات هو كذلك الفصل ما بين السلطات نحن للأسف شديد الجزائر منذ عشرين سنة على الأقل كل السلطات كانت تابعة لمؤسسة وهي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية فلم تكن كل سلطة ضد سلطة بمعنى أن ليس كل سلطة كانت لها استقلالية ما في مجابل ولهذا الحلول الممكنة طيب قبل الوصول إلى حول الأستاذ دكتور فوزيوزديق ربما الوضع الحالي هذا هو اليوم تم استقال الرئيس عبدالعزبوتفليقة السابق تم تعيين بن صالح رئيس الدولة تفعيل المادة 102 لاستثنائية الظرف الظرف هذا هو الذي نتواجد فيه اليوم ذاهبون إلى انتخابات بعد أقل من ثلاث أشهر الرابعة جويلية تم تحديد التاريخ ومن جهة أخرى أن الشعب يطالب بتفعيل المادة 87 وإلغاء هذا المسار الدستوري كيف تقرأ أنت كل هذا؟ كيف نقرأ بالرجوع غراءة دستورية هادئة هادفة أول شيء أنا قلت أن الدستور قد تم استنفاده لأن الدستور الجزائرية منذ 63 مرورا من 76 ووصولا الـ 91 إلى حين هي دستور أزمة أي جاءت لي تولد أزمة بدل ما تمتص الأزمة والدليل على ذلك دستور 63 عمره تلت أسابيع ثم فوعله بموجب 59 تم تجميده في 65-19 جوان 1965 فيه البيان الصغير أو الدستور المصغر الذي عمره 11 سنة في 91 بحجة تحييد اختيار الشعب وتفعيل المادة 84 تم تأسيس مجلس وطني انتقالي ومجلس الأعلى للدولة بمؤسسة استشارية اليوم لما نأتي أمام هذه الأزمة الحادة وهذا التراكم الزمني الناس تقول لنوقف الدستور لأنه تم استنفاده وليس انتهاك للدستور البعض ينادي أنه لا أصبح مالك أكثر من الملوك وعلى فكرة نجد أن قراءة الحراك للشعب من جانب الدستور يمكن تقسيمه إلى تلت اتجاهات اتجاه ممكن نسميه شاد ينادي بتثبيت الدستور لأن الحراك أصلا قائم نتيجة أن الناس عبثت بالدستور فيه اتجاه تاني للحراك على نقيض ينادي بإلغاء الدستور وإنشاء دستور جديد ولعل قائد الأركان البارح قال أن على الرئيس الجديد هو الذي يعدل الدستور وفيه اتجاه كبير وأنا أميل إلى هذا الاتجاه وهذا ليست بدعة دستورية أن في أي دستور يوجد الدستور الاجتماعي والدستور السياسي الدستور الاجتماعي نبقيه وهي التي تتكلم على ثوابت الأمة والتي هي التي تتكلم عن الحقوق والحريات والتي تتكلم العلاقة ما بين السلط أو الأحكام الانتقالية أما الدستور السياسي نسقيقه لينظم السلطات التالات التنفيذية والشريعية والهدك ونستكمله بإعلان أو ببيان دستوري يشرعن للمرحلة الانتقالية لكن أستاذ فوزي من له السلطة من أجل تفعيل هذا المقاربة التي تكلمت عنها الشق الاجتماعي والشق القانوني أو السياسي لو أردنا أن نتكلم لعل أنت الخلفية تقول ممكن فراغ دستوري لو أردنا أن نتكلم عن الفراغ الدستوري لا من يملك السلطة من أجل التفعيل لأن هذا هو المفتاح تعلق سؤالتك الفراغ الدستوري عشناهم أول خطاب تعلق رئيس الجمهورية الذي قرأه له نيابة عنه وبالتالي من خمس سنين أو ست سنوات نحن عايشين فراغ دستوري وهل هذا يبرر من أجل الاستمرار في خرق الدستور أو إلغائه؟ الدستور لم يخرق اليوم الدستور خرق من عشرين سنة لو جينا دولة تحتري من نفسها وزير مالية ما نتكلم عنه سابق وزير مالية يستدعى أمام البلمان ويستدعى أمام عند النائب العام وكان المحافظة السابق لبنك الجزائر ومازال على منصبه لو كنا في دول مقارنة إما يقدم استقالة وإما يعفى من منصبه وبالتالي البريكولاج الدستوري أو السياسي لعلها هذه منظمة أحد الثوابئ التي انتفض الشعب في هذا الحراك الشعبي وبالتالي يجب أن نبني دولة كما يقال لا تزول بزوال الرجال وليس دولة البريفابريكي جي تسونامي أو ريح بسيط أو أزمة بسيطة يكون انهيار لباقي المؤسسات الأخرى كيف نصل إلى هذه الحالة التي تحدث عنها ومن بإمكانه أن يفعل ما تحدث عنه أنت دستور بشق اجتماعي والشق غير اجتماعي أنا مثلا رؤيتي للشخصية كحل كاجتهاد شخصي ومشاء الله سنشوف في هذه المرحلة في عديد من الإشهادات لعل الحراك الشعبي من ضمن أحد مطالبه ونحن ماشيين في مطلب الفساد ونجد أن هناك محاكمات ولكن الخوف أن ننحرف على هذا المطلب يعني أن نجري وراء السحرة أن يكون هذا المطلب مطلب مستمر وليس دات منبث سياسي ويكون شامل وكامل من حيث المدة ومن حيث الرقعة ومن حيث الزمان أما السؤال التاك ممكن فيه بعض الحلول الدستورية مثلا لو تكون استقالة جماعية للباقات الثلاثة نكون أمام فراغ دستوري أو حالة لم ينص عليها الدستور وبالتالي ممكن من حق البلمان في غرفته يجتمع واقتراح تعديلات للدستور ومضي من هذه التعديلات ممكن بيان دستوري أو إعلان دستوري يشرع لهذه المرحلة الانتقالية في محددة الزمن ونلجأ إما إلى ندوة وطنية أو إلى جمعية تأسيسية وإن كانوا أصحاب السلطة لهم حساسية لفكرة الجمعية التأسيسية بحكم أن أول حزب جزائري حزب أيت أحمد منذ 63 وينادي بهذه الفكرة أو اللجوء إلى لجنة الإصلاح أو اللجوء إلى مائدة مستديرة فالحلول موجودة ولكن الإرادة السياسية الصادقة والنية الصادقة للمضيين نحو الأمام هي المفقودة نحن لا نريد أن نؤسس إلى نظام بحيداء قديم أو تلميع حيداء قديم أنت تحدث عن إعلان دستوري ماذا يقصد بإعلان دستوري؟ هل نلغي الدستور الحالي؟ الإعلان الدستوري ليست بدعة جزائرية بقدر هي ممارسة عرفتها الدستير الجزائرية فمثلا نجيب لك مثالين على الأقل فمثلا في سنة 1965 بعد البعض يسميه انقلاب البعض يسميه تصحيح ثوري نحن نسميه أحداث حتى لا نكون نجوز أحداث 65 لجأ المجلس الأعلى للثورة إلى إصدار إعلان هذا الإعلان محمد بجاوي الذي كان وزير الخارجي ورئيس محكمة لهاي يسميه la petite constitution أي الدستور الصغير شرعانة وأسسة لمؤسسات انتقالية وعمارة الإحداثين سنة هني جايك في 1991 بعد توقيف المصار الانتخابي وبموجب المادة 84 تم تأسيس كذلك بموجب إعلان صادر من المجلس الأعلى للأمن واللي كان جهة استشارية وليس جهة استشارية سيادية في الدستور الجزائري استشارية للرئيس أسسات لمؤسستين رئاسة الجمهورية من خلال المجلس الأعلى للدولة وكانت رئاسة جماعية من خمس أفراد ومجلس الوطني انتقالي وبالتالي لماذا حلال في هذه المرحلة وحرام في تلك المرحلة عندما نتحدث عن الإعلانات الدستورية والمراحل الاستثنائية نتحدث عن ما جاء بعدها ما بعد 65 وما بعد 91 النتائج هل هي نتائج مرضية حتى نتحدث اليوم عن الإعلان دستوري؟ نعم ليس نابع من السلطة ولكن نابع من السلطة والأحزاب والحراك الشعبي لكي يكون توافقي ولكي يكون كذلك مقبول لدى الجميع لأن الإشكالية في الجزائر منذ 1962 إلى يومنا يعني 57 سنة كل القرارات كانت نابعة من الفوق ثم نزلها للتحت ولهذا دائما الفساد يكون من الفوق وينزل للتحت والإصلاح يجي من التحت ويطلع للفوق ونحن نريد أن نبني دولة بمقومات ومواصفات الدولية المواصفات الدولية تقول أن الشعب حور في اختيار طبيعة نظامه السياسي هذه موجودة في الدستور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعيار دولي وبالتالي نجد أن أبسط طريق وأسلم طريق وطريق الذي يمازج ما بين الدستوري والسياسي وهو اللجوه لأن التشبت بانتخابات ربعة جوليا 2019 هو ضرب من الخيال حسب قناعاتي لماذا؟ ضرب من الخيال لأنه يقول القائل بأنه مسار دستوري ومثبت دستوريا هذا المسار دستوري يحتاج إلى هيئة وطنية مستقلة للانتخابات ونجد أن الهيئة إلى يومنا غير موجودة ويجب أن تكون توفقية يحتاج إلى إشراف للقضاء وليس إشراف إداري كما هو موجود في القانون 2016 لإصدار في 25 أغسطس 2015 لينظم العملية الانتخابية ولما أقول العملية الانتخابية نجد أن أي عملية انتخابية وفق المعايير الدولية يعني الشفافية والنزاهة تبدأ من تسجيل في القوائم الانتخابية إلى الفرز إلى إعلان النتائج نحن للأسف الشديد من الناحية الدستورية أول مرحلة يشوبها نقص في الشرعية العديد من البلديات امتنعت عن التسجيل وبالتالي الوعاء الانتخابي عن تسجيل الناخبين يعني تسجيل الاستنائي وبالتالي الوعاء الانتخابي مشوه ولا يعكس حقيقة الواقع وبالتالي على أي انتخابات نتكلم يعني أنا بالنسبة لي هذا تهريج انتخابي أكثر من عملية انتخابية يعني دائما دائما الحديث والخوف من ذهب إلى مرحلة غير موجودة دستوريا فدائما الحديث عن خلق أزمة أكثر من ما هي متأزمة ولكن الأزمة ليست والدة من طرف الحراك الشعبي بقدر ما هي موالدة من النظام وليس من الدولة وهنا الراجعة وما الراجعة للمشاهدين لازم نفرق ما بين النظام والدولة نعم الدولة نحن حمايتها ونحن نحافظ عليها لأن أنا وانت عايشين في خيمة وحدة تسمى الجزائر وعندها أعمدة وعندها لأنها كي تطيح راح تطيح بالطالح والصالح تقدم ولكن النظام هو المشكلة النظام يعني الممارسات المافيوزية أو حتى لأت جرة يعني مش أنا اللي قلتها ممارسات يعني تعالى عصابة كما حسب اللونغاج أوفيسيال حسب مقالها قيل صالح آه المصطلح الرسمي نعم وبالتالي كان دائما نفي للقانون كان انتهاكات جاسيمة في جامعة المجالات ولعل الحين القدران لها يبدأت تتخرج بل ما بدأت تتخرج بل الرائحة رائحة هذا العفن الإداري والشكارة والمال الفاسد السياسي بدأ يطفوه يعني لكل جزائرين وبالتالي كفاءة من هذه الممارسات فنريد أن نبني دولة يعني حسب ما تمنى الشهداء دولة حسب خصوصياتنا حسب موروثنا الحضاري يعني دولة نابعة من الشعب طيب ربما هناك من يقول هل فيه إمكانية تعطيل بعض المواد من الدستور التي تعطي المرور إلى مرحلة انتقالية كما يريدها الشعب دون إضافات نتحدث عن حذف مواد أو تعطيلها ممكن تعطيلها ولكن حتى يمكن أن تعطل يجب خلق حالة دستورية لم ينص عليها الدستور وبالتالي من خلال هذه المساحات الرمادية التي تخلق ممكن اللوجوء إلى حلول دستورية أنا بالنسبة لي المجلس الدستوري يشبه النقص وفاق دلي الشرعية للحالية للسابق لأن تجا الدستور الجزائري وفق المادة 148 ينص أن رئيس المجلس الدستوري ينتخب لعهدة واحدة لمدة 8 سنوات بالعيز عينها مرتين آخر مرة انتهت العهدة في 2013 ثم عينها في 10 فبراير 2019 سمح لي مدام بشي يذكر والرئيس الحالي الرئيس الحالي اختلت بالتوازونات الداخل المجلس الدستوري لأن المجلس الدستوري يقول لك ربعة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم الرئيس والنائب التنين ينتخبهم المجلس الوطني الشعبي التنين ينتخبهم مجلس الأمة تنين جايين من مجلس الدولة وتنين جايين من مجلس المحكمة العليا نجد أنه في النيش هو من الكوطة تعمل مجلس الدولة لا يحق لها وأن يكون لا يحق وبالتالي نحن في علينا رئيس الدولة هو عين خمسة ومجلس الأمة فيه واحد وهذا خرق جاسيم للدستور وإجراءاته طيب ربما أنا ما فهمت من كلامك أنه قبل الذهاب إلى تعديل دستوري أو إعلان دستوري يجب إسقاط الباءات المتبقية على إسقاط الباءات المتبقية من خلال استقالة ثم اللجوء إلى حلول سياسية ذات طابع دستوري لكن أعتذر ألا ترى بأنه يجب الحفاظ على ما تبقى من رموز الدولة المتمثلة في شخصيات بدوي وبن صالح وفنيش هذا على الأقل مع الجانب الدولي الخارج يعني لا رموز المشاعة وأيضا أعتذر من أجل استكمال المصار القضاء وما يفعله القضاء اليوم نرى أننا فيه خلفياتين الحين تتصارع طيب فيه منطق الإصلاح وفيه منطق التغيير منطق الإصلاح اللي يعتمد على المادة 102 ويتشبت بشرعية دستورية طيب وفيه منطق الإصلاح ومنطق التغيير وبالتالي أمام هذا المنطقين منطق الإصلاح ومنطق التغيير نجد أن الحراك يقول لك يروح وقع يروح وقع وبالتالي نجد منطق الإصلاح المادة 102 مثل حبا قارس عصرت قعوة شكاين فيها وكانت تشبت بالقشور وتنسى اللوب هذا شيء آخر ولكن لأي دستور له منطق وله روح طيب المنطق تع المادة 7 و 8 واضح والروح كذلك من خلال ابتكار حلول الدستورية تمزج بين الطابع السياسي والطابع الدستوري لأن حان الوقت حاليا أن نتكلم عن حلول سياسي طيب ربما لو سألتك أستاذ عن هل هناك حلول مبتكرة؟ الأقل أنت ما تراه في حلول مثلا نحنا ما نروحوش البعيد طيب نحبطو دماغنا للجانوب نجيك تجربة مالي وتجربة البينين وآخر تجربة تجربة بوركينا فاسو بوركينا فاسو باليس كومبوري أراد أن يترشح للعهدة الثالثة وحاول أن يغير الدستور وبالتالي فيه حراك شعبي هذا الحراك الشعبي أدى إلى إسقاطه وبالتالي تم تأسيس إلى ندوة وطنية سيدة إبتكرت حلول دستورية وسيارة هذه المرحلة الانتقالية وبالتالي الحلول مثلا في البينين نفس الشيء منذ 2003 عندهم دستور نتاج حراك شعبي المالي منذ 2008 عندهم دستور نتاج حراك شعبي وبالتالي فيه حلول ولكن المشكلة لا يوجد نية صادقة لا يوجد نية للذهاب إلى الأمام ولهذا نجد أن في الجزائر اليوم تحتاج إلى حلول سياسية ذات طبع دستوري وليس إلى حلول دستورية ذات أخر سياسي طيب أستاذ ربما أيضا شهد هذا الأسبوع حملت اعتقالات كبيرة على آخرها ما تم مع الوزير السابق الأول السابق ويحيا بمانتا كيف تقرأ هذه الاعتقالات وفحواها القانوني فحواها القانوني هو الاستجابة لأحد مطالب الحراك الشعبي وهو القضاء على الفساد ورموز الفساد وممارسات الفساد ولعل أكبر الدول التي نجحت في محاربة الفساد بدأت بالرؤوس ثم نزلت للتحت والقراءة الثانية لعل ككل جزائرين استعجبنا على عمق هذا الفساد اللي ضارب أطنابه وعبارة عن كما يقول لي واحد لو كان في إيطاليا توجد المافيا ولكن كأفراد هنا توجد المافيا كانت الدولة هي اللي ترعاها يعني المافيا كانت الانستيطيسيوناليزين لكن الشعب الجزائري كان يرى هذا هذا ما دفعه للحراك كان يرى هذا ولكن أنا ما كنتش نشوف بأن وزير أول تحت غلاف مجلس مساهمة الدولة كيش غولارد واز إفاصي ستة وسبعين ميش مليون دينار جزائلي ولكن مليون دولار هل ترى بأنه يمكن محاسبة هذه الشخصية يعني؟ لازم المحاسبة يتحدث عن فرق القانون ولكن المحاسبة ليس بدفع الانتقام ولكن المحاسبة لتحقيق العدالة العادلة وليست عدالة الجهة القوية وهذا هو الفرق المحاسبة لا يجب أن تكون دات منبث سياسي بقدر ما تكون دات منبث قانوني ولعل لدينا تجربة هنا في إفريقيا الوسطى وكذلك الدول اللي عاشت العدالة الانتقالية يعني تحاسب بالشخص بعدما تحاسب ويدنب ويعترف وبعدها فيه آليات كما في تونس ممكن يخفضوا له العقوبة باسترجاع الأموال من الباب لكن أستاذ هنا في الجزائر هل يمكن محاسبة هذه الشخصية النافذة؟ نحن ظاهرياً قانونياً يعني قانونياً يعني يتحدثون عن إحداث القانون يقول أنه يجب إحداث محكمة خاصة نحن نشوف في الجزائر توجدت الجهات فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفيه الديوان الوطني للوقاية من الفساد وفيه مجلس المحاسبة ولكن نجد أن هذا المجالس كانت عبارة عن أصفار على اليسار ومش على اليمين لا قيمة لها لماذا؟ لأنه لا توجد لها صلاحيات كانت صلاحيات تحام حدودة وكانت عبارة عن ديكور أو عبارة عن لون داخل الرسم وعد سابقاً للتبرك ولتمرير العديد من الممارسات الفاسدة فحان الحين الوقت لتفعيل هذه المؤسسات لإعطاءها صلاحيات وكذلك لإعطاءها استقلالية وحيات وفي اتخاذ الإجراءات القانونية يعني يمكن أن نرى محاسبة شخصية نافذة ممكن أن نراها قانونياً نعم قانونياً ولكن نحن أحياناً ينطبق علينا مثل في المشرق موجود إقرأ تفرح جرف تحزن لما تقرأ ينشرح صدرك للضامانات القانونية للماواد لما تجي للواقع حدث ولا حرج يعني المواطنين وكأنهم غير مصدقين بأنه سيتم فعلاً محاسبة الشخصية سيتم لأن أرى مثلاً بعض الرؤساء للحكومات أنا لا أريد أن أشخص في بعض الوزارة ممكن أول إجراءة هو الاستباع لدى النائب العام ثم الإجراءة الثانية بحكم المنصب والصيفة يجب كذلك تفعيله من خلال المحكمة العلياً وبالنسبة للنواب وأعضاء البرلمان أول إجراءة يجب إسقاط الحسانة البرلمانية ثم الذهاب إلى الإجراءات القانونية المتعارفة عليها لأن في الجزائر رغم أنه وجود حراك نحن ليس أمام انهيار المؤسسات القضائية بقدر ما نحن كنا أمام عدالة الفاكس وعدد التليفون وبالتالي فيه انتفاضة أنا ما نقولش انتفاضة فيه صحوة من طرف القوضات ننتمنى أن القاضي يخضع إلا للقانون وما يمله ضاميره ولا يخضع إلى الإملاءات وإلى الفاكسات وإلى التليفونات وإلى اعتبارات أخرى غير الاعتبارات القانونية طيب طيب أستاذ ربما أيضا هناك من يقول بأن المحاسبات هذه ربما لم تكن مطلب شعبي للحراك وبأنه ليس وقته الوقت هو الآن الإصلاح وخلق وابتكار حلول الدستورية كما قلت أنت للمرور والذهاب إلى مرحلة انتقالية ثم نؤسس لاستقلالية القضاء والسلطات المتبقية هذا الرعي أشاطرك ولكن كذلك في المقابل نحن لكي نذهب إلى مرحلة انتقالية سليمة بعيدة عن التشويش بعيدة عن تجادبات بيئة صالحة كذلك لازم أن نؤسس لهذه البيئة الحاضنة ولعل محاربة الفساد والوقاية من الفساد في نفس الوقت هو جزء من هذه العملية لا أقول الإصلاحية ولكن التغييرية كما أن لا يجب الفساد أن يضغى عن الهدف الأكبر وهو تغيير النظام ورموزه وممارسته وإن شاء أنا لا أحبت وأتحرج لما الناس نسمحهم يتكلموا على الجمهورية الثانية لأننا فعلا بعض يقول لك جمهورية الثانية وبعض جمهورية الثالثة قياسا بالنظام الفرنسي ولكن نحن أمام أنيطة وإن ديموكراسي إميرجونت يعني دولة أو نظام ناشئ أو في طور التأسيس بممارسات وأشس جديدة أين الشعب والسيادة الشعبية هي مصدر لكل السلطات وليس يغتزل الشعب كما كانت في السابق دكتور فوزي أصديق كنت معنا اليوم شكرا لك على كل ما قدمت في هذا الموضع شكرا شكرا وتمنياتي بثل التوفيق وإن شاء الله رمضان كريم لكل الجزائريين وإن شاء الله نتمنى أن مع بشائر رمضان ونسمته كذلك نسمع بشائر الخير للجزائر والجزائريين ونزول هذه الغمة في الرؤية واضحة ولكن النوايا غير واضحة وشكرا إن شاء الله ورمضانك أكرم إن شاء الله إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة